السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما أيها الأحبة مرة أخرى يعبر سيد مسعود البرزاني عن غضب الشديد تجاه قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت إرسال الأموال إلى الإقليم إلا إذا تمكن من تسديد حصته في الموازنة الاتحادية طبعا تلى غضبه أو تخلل غضبه توصيفات خارج حدود اللياقة السياسية مع شديد الأسف بل تدخل في حقل الابتزاز السياسي للحصول على أموال دون مسوّغ التحولات البنيوية التي تشهدها العملية السياسية أيها الأحبة باتت يعني تتحمل العملية السياسية باتت تتحمل ردات الفعل التي ربما تصدر عن السيد البرزاني لم تعد كما كانت الأمور عليه في سابق أحدها الآن هناك فعلا تغير بنيوي في العملية السياسية جيد المواقف المتشنجة أيضا ما عادت تثير قلق الحراك السياسي العراكي هذه التحولات جادة وحقيقية ومن يتخلف عنها أو لا يراعيها فهو كأنما يعيش في حالة من الوهم ليش لأنه لا يستطيع أن يسحب نوابه من البرلمان ما يقدر ليش ما يقدر لأنه عندئذ سيعقد موقفه أزاء خصومه داخل الإقليم كما أنه في عين الوقت سيمنح الحكومة هامشا من حرية الحركة لصالح تنفيذ القانون موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن هذا المحور معكم على فاضل في التقديم وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام أيها الأحبة كما اعتدنا في كل حلقتنا وكما تعلمون بأن برنامجنا يعتمد على المقالات وما يكتب من قبل الكتاب والمحللين السياسيين مقالنا الأول حمل عنوان الاتفاق السياسي تحت مجهر المحكمة الاتحادية الكاتب قاسم الغرار المقال الأول عنوانه الاتفاق السياسي تحت مجهر المحكمة الاتحادية الكاتب قاسم الغرار حكومة الإقليم تتحمل المسؤولية لأنها لم ترسل إيرادات النفط إلى الخزينة العراقية وجداولها منذ عام 2014 لم تعلم الحكومة بها في الوقت الذي تطالب فيه بالحقوق وتنسى ما عليها من التزامات مالية لم تسددها لميزانية الحكومة إيرادات نفط الإقليم تغطي رواتب الموظفين لكن الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية لا تصل لخزينة الدولة وهناك فساد في النفط والمنافذ الحدودية بالإقليم الذين يريدون للمحكمة الاتحادية أن لا تتصدى للفصل في هذه القضايا أو الحكم فيها بناء على مصالحهم إنما يريدون استبدال المرجعية الدستورية لحل الخلافات بمرجعية التوافق السياسي وهذا أمر خطير إذ لا يمكن أن نلغي هيئة قضائية عليا أقرها الدستور حتى تفصل في الخلافات والإشكالية مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الدكتور ضياء المحسن المختص بالمالي والاقتصاد الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رياض الوحيلي مرحبا بكم ضيوفين ونس كريمين أستاذ رياض أستاذ ضياء بكل تأكيد أن فشل الاستفتاء الذي دعا إليه السيد برزاني أنا ذاك في تحقيق ما كان يصبو إليه وهو بدأ وكأن مشروع الانفصال مشروع برزاني بالإضافة إلى أن هذا الاستفتاء بالإضافة إلى فشله أثبت للسيد البرزاني أنه بلا غطاء ولا مساندة لا دولية ولا أقليمية بل حتى تجرد عن المساندة المحلية بلحظ أن غريمه الحزب الوطني الكردستاني لم يكن معه في تسعيداته باعتقادك الشخصي وين رح يروح بتسعيداته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا لقناتكم الكريمة مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك بواقع الحالي أن السيد برزاني يمتلك من البراغماتية بحيث هو يتوقف توقفات قد ما يصطدم بالحقيقة قد ما يصطدم بحقيقة الشخص المقابل اللي يتحدث معه أو اللي يتخذ معه موقف اللي أنت جنابك تحدثت عن واقعة الاستفتاء حقيقة سمبت له إحراج كبير حتى داخل الحزب الديموقراطي الكردستاني هناك حاول يعني لكنه حاولوا يلملمون الوضع وحتى يعني لغاية اللحظة نجد يعني مشاحنات ما بين المسرور ونيجربان وهذه الدائرة الضيقة لسيد مسعود برزاني الوضع الآن مو مثل مثل عام 18 ولا حتى عام 19 ليش؟ الآن التحركات الخارجية تضع ثقلها تضع وزرها حتى على السياسة بالعراق بدليل إحنا إذا نجد مثلا نأخذ موقف الولايات المتحدة موقف الولايات المتحدة كان داعم إلى الأكراد إلى الأكراد على طول الخط لكن في هذه اللحظة إحنا في عام 23 الولايات المتحدة تجد أنه عليها أن تدعم المركز أمام الأكراد سيتحدث البعض عن أنه هناك ضغط على حكومة السيد السوداني باتجاه أنه منع عدم المضي بقرار المحكمة الاتحادية بعدم منع تسليم الأربعمائة مليار دينار أنا أعتقد هذا كلام مجانب للحقيقة لأنه صح صحيح السيد السوداني خلال الأشهر الأولى من استلامه للحكم كان يمضي بدفع الأربعمائة مليار دولار وهذا عايد على شنو؟ عايد على أنه هو هذا استلم الموضوع من السيد الكاظمي حكومة السيد الكاظمي كانت تدفع الأموال بالتالي هو الآن في بداية السنة وعنده موازنة قطعاً هل سيلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية التي يجد السيد السوداني أنه هو يجب أن يحترم هو أولاً أولاً باعتبار الطنفيذي الأول يجب أن يحترم يجب أن يحترمها لأنه هي من جاءت به فإذا لم يحترم القرارات من الممكن أنه هو حتى قراره لا يحترم قرارة تنصيبه كأنه رئيس وزراء نعم نعم شكراً عفوا أستاذ رياض يعني ماكو اي قوة سياسية تمتلك مبررات الوقوف الى جانب السيد البارزان لانه قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وهي تصدر وفقا لحكام الدستور السؤال هو يعني هنا ان الموازنة يقال انها قريبا سترسل الى البرلمان لاقرارها ما تناهى الى الاسماء ترى هل ترى هل ان الموازنة ستقار باعتقادك ام لا بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم شكرا على حسن الاستضافة وايضا شكري مرحبا بك حقيقة لاحظنا خلال الموازنات السابقة كانت هناك تمر برحاصات عديدة حتى يمكن ان تخرج وتقار وربما تطول فترة النقاشات في البرلمان اشهر رغم هناك كان الوضع السياسي ربما اكثر استقرارا من الانتخابات الاخيرة المثيرة للجدل ولكن الان بعد تشكيل الحكومة وتم الاتفاق على الاليات وهناك منهاج وضع وكان هناك حلف او تحالف ما يسمى بادارة الدولة وكان حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وبقية الكتب السنية منضوية تحت هذا التحالف وبالتالي كان هنا المنهاج التطبيق العملي للمنهاج هو الموازنة بالتأكيد هناك خطوات يجب ان تحترم لا شك انه قرار المحكمة الاخير قد يؤخر نوعا ما نقول صراحة او قد تكون يعني الاحتمال وارد نعم نعم هناك نقاشات جانبية باعتبار اعتقد هناك تحركات خفية حتى باطراف من تحالف السيادة وبالاخص مسعود الحلبوسي بالاتفاق باعتبار كان هو الشريك او التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تكون هناك بعض الاعضاء ينضمون او ينضمون الى نوعا ما تأخير الموازنة ب انا لا اقول لكل التحالف السيادة هناك اعضاء قد يكون هناك يعني تناغم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الخصوص وبالتالي اه اعتقد اه تمر ب يعني مناقشات حديثة ولكن بالاغب الاغلب الاعام انه سوف تقر هذه الموازنة باعتبار هنا اغلب القوى السياسية اه هي تريد اقرار الموازنة باعتبار اه الاتحاد الوطني كردستاني والاطار التنسيقي واعتقد حتى بقية القوى السياسية مع اقرار هذه الموازنة لذلك سوف تمر هذه الموازنة لكن سوف يجرى عليها بعض التعديلات اما بخصوص فقرة تعديلات بأي تجاه ربما اعتقد الفقرة التي تتعلق بحصة الاقليم قد تكون هناك تشهد اختلاف وجهة النظر وايضا القرار المحكمة هو ملزم ان لا تسلم هذه الحصة الا بعد الالتزام بقرار المحكمة التعادية اذا هي الاشكالية ايضا قد تندلع نقاشات حادة في هذا الخصوص في موضوع انه نسبة الاقليم وفي موضوع تسليم حصة النفط والغاز الى المركز بهذا الخصوص واعتقد قد تكون هناك تأخيرات بهذا الخصوص يعني خصوص حصة الاقليم وقد يكون هناك ايضا اعتراضات من بعض اللقوة في تحالف سيادة بموضوع حصتهم أو حصة المحافظات التي اعتقد ما تسمى المحررة أو المحافظات التي كانت عانت من داعش وتحتاج لبنية تحتية وغيرها ايضا هناك قد يكون في حجم هذه المبالغ ربما قد يتم تبوي بها بنقاشات ايضا ولكن بالمجمع العام سوف تقر هذه الموازنة استناء دكتور رياء عهدنا هو الدستور لان الدول يعني تحتكم عادتين الى الدستور وتعد نصصه نصصا مقدسة يعني فاذا كانت اربيه لا تلتزم بقرارات المحكم الاتحادية التي تستند الى الدستور يعني هي كأنما غير ملتزمة بالدستور فلماذا السؤال هو لماذا تلتزم بغداد بالدستورية الاقليم من الاساس يعني شوف هذه الاشكالية اشكالية الاخ الاكبر او رب العائلة هنا هذا الامر ينطبق على المركز تجاه المحافظات الشمالية بس ملاحظة صغيرة جنابكم مستعال انا ما احب كلمة الاقليم بالمناسبة هسا قد قد يتحدث البعض عن وجود هذا التوصيف في الدستور لكنه حقيقة الاقليم يعني توصيفها حتى بالدساتر العالمية وارتباط الدول او بعض المقاطعات مع دولة اكبر احنا هذا ما صغير بين المحافظات الشمالية بالنهاية الواقع واقع حال تعليم يتغير هذا ليش انا اكل لجنة ان شاء الله طيب هذا سؤالي مقدمة لها هذا التوصيف موش بغداد تلتزم بالدستور طبعا احنا 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 حدثت انه طالما هو الاب والاخ الاكبر فيداري الاخوان لانه تعرفون انه المحافظات الشمالية اربيل تحديدا اربيل مع انه انتاجها من النفط يزيد على سبعمية وخمسين الف برملي يوميا هذه الفترة لكنها لا تدفع رواتب الموظفيها الموجودين حتى مع وجود كثير من نسبة كبيرة من الفضائيين لديهم بحجة انه بغداد لا ترسل الرواتب طيب يا اخوان انتو بدل ما تعاتبون بغداد على عدم ارسال رواتب موظفيها وين مبالغ السبعمية وخمسين اللي برميل او حتى الميتين وخمسين اللي هي مدرجة في الموازنات السابقة هذا السؤال يجب ان يطرحوا المواطن الكردي على على حكومة يعني على حكومة اربيل وحتى حكومة السليمانية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاخوة في السليمانية الاخوة يعني باليكتي قد يكونون يعني قريبين بشكل اكبر مع بغداد وهذا وهذا حقيقة احنا اكثر من مرة تحدثنا بضرورة انه الاخوة بالتحالف الشيعي تحديدا يعني مو الاطار لعن التحالف الشيعي قبل ان يكون الاطار بالتحالف الشيعي ان يكون لهم موقف يجذب التحاد الوطني الى جانبهم في هذه الحالة سيكون سيكون يحقق شيء من التوازن في الاقليق اها احنا نبحث عن التوازن مو بقى فقط من خلال جذب الاتحاد الوطني لا نحن نصر على ان تكون هناك محافظة رابعة ان ليه محافظة حلب شليش حتى يكون هناك توازن محافظتين بالتحاد الوطني الدكتور المحسن الاستاذ الرياض الوحلي انتم ايضا ايها الاحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا اخر من مقالنا الجديد الذي يحمل عنوان رسالة مفتوحة الى السيد مسعود بارزاني الكاتب جمعة العطوان رسالة مفتوحة الى السيد مسعود البرزاني الكاتب جمعة العطوان اتهامك بان المحكمة الاتحادية تنفذ اجندات مشبوهة فانك بهذا الكلام ينطبق عليك مقولة رمتني بدائها وانسلت فالذي ينفذ اجندات مشبوهة هو الذي يهرب النفط الى جهة مشبوهة دون علم الحكومة الاتحادية ولا حتى شركائك بالاقليم وكل التقارير والحقائق والوقائع تؤكد تلك الاعمال المشبوهة الذي ينفذ اجندات مشبوهة هو الذي يفتح منافذه الحدودية لتهريب المحرمات وغير المحرمات من مختلف المواد والسلع دون علم من هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وتقارير الهيئة لدينا مسطرة بشكل رسمي الذي ينفذ اجندات مشبوهة هو الذي يستقبل الصهاين ويبني معهم علاقة مشبوهة من اجل مساعدته للانفصال من الدولة العراقية مرحبا بكم مرة اخرى واجد الترحيبي بضيوف الاكاهم استاذ رياض بعض المحللين السياسين يرون ان قرار المحكمة الاخير سيكون مناسبة للحكومة كي تعيد التفاوض مع البرزاني حول ضرورة الاتزام بتزويد العائدات وان قرار المحكمة سيمنح للحكومة زخما وبالتالي ستتقدم خطوة مهمة في الحدي من استراتيجية البارزاني الاخذ دون العطاء اذا اراد الحفاظ على مواقعه السياسية كلاعب رئيس مدى اتفاقك مع هذه الرؤية يعني في التأكيد سوف تمنح استخدم زايد الحكومة باعتبار الحكومة تنفذ المنهج الموضوع لها واعتقد انه تسليم مبالغ اضافية الى القديم سوف يخل بهذا المنهج وخاصة هناك حجم مبالغ كبير لنكن صريحين فلذلك واعتقد هذه كانت المنحية غير قانونية اصلا لان قرار المحكمة كان يمنح الكاظمي وقرار المحكمة كان ملزم حقيقة يعني قرار المحكمة بعدم تسليم هذه يعني انه يجب تسليم القرار السابق في سجل المحكمة بتسليم حصة للنفط والمركز وبالتالي هذا لم يلتزم به وحتى كان هناك كانوا ملتزمين المفروض انه في الموازنة السابقة يعني اقصد في اخر موازنة كانوا انه يعطون هذه نسبة البراميل او ال 250 البرميل ولم يلتزموا ايضا بها هذا ولحد لانهم لم يلتزموا اذا السؤال يسأل يعني نسبة ال 250 البرميل وهناك تقارير ومجلات عالمية وتشير هناك نشرات يعرف الدكتور تشير ان الاقليم يعني يصدر ما يقدر تقريبا 750 البرميل نعم ميزانة الدولة يعني 750 البرميل مع انه لم تسلم حتى القمارك وهناك قانون ملزم القانون المركزي انه قانون يجب ان تسلم حائدات القمارك لا يسمحون لديوان رقاب المالية ان مارس دورنا القمارك يجب ان يسلم وايضا الضرائب هناك في الاقليم ضرائب يعني مثلا نعطي مثالا مثلا البصرة هل الضرائب تأخذها الهي يعني البصرة وتسلم الى وزارة المالية اذا المشكلة انه الاقليم لا يعطي اي شيء لنقص اي شيء لم يعطي خلال هذه الفترة الطويلة من السنوات وبالتالي هو يأخذ هذه المنح هذه المنح بدأت تؤثر حتى على عمار المناطق الجنوبية والوسطى وحتى المناطق الاخرى اذا هناك خلال واضح واعتقد قرار المحكمة وواضح بهذا الشيء بيجب تسليم ها هي عذرا يعني يعني تروح لخزينة الاقليم جاء تروح لجيوب الفاسدين الذين يعني يبنون بها العمارات يعني نحن نتسائل وكثير من المراقبين يتسائلون انه يعني 750 ألف برميل يصدرون والقمارك لهم والضرائب لهم وهناك خلال واضح حتى في الرواتب هناك فروضات يعني او يفرضون على الموظف انه يجب يعني انه يدخل جزء من راتبه في المصرف وهذا مخالف اصلا للقانون وهناك تأخير حتى في رواتبهم اذا اين تذهب هذه الاموال نتسائل يعني انت اشرت واعتقد الكاتب اشار الى موضوع حتى تحالفهم او ما حتى الجمهورية الاسلامية لوجود مقرات الموساط في مناطق متعددة من شمال العراق ربما هذا ايضا يتنافى مع هذا ثابت لوجود ادلة ومع الصور طبعا فهذا كل هذه يعني تجاوزات واضحة على القانون العراقي وعلى حتى موضوع الاقليم يعني هذا هذا يسمى اقليم فدرالي هذا نقول صراحة يتجاوز الاقليم الفدرالي ربما حتى الكون فدرالي بل يعني اذا يعني هو يطالب في وقية انه يقول انه هذه المحكمة الاتحادية تنفذ اجنتات مشبوهة وهو في وقت نفسه لم يلتزم باي قرار اتحادي ولا يلتزم باي قانون للدستور العراقي وهذا مفارقة عجيبة من قبل مسعود البرازاني وهناك اختلاف حتى بوجهات النظر مع الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا الخصوص خاصة هناك حقول من الغاز تقع تحت يفاوض الاتحاد الاوروبي بمفرده وكأنه هو القيم على جميع كردستان هذا حقيقة مفارقة فهو يجب ان يعني ان يلتزم هو بالقانون اولا حتى يطالب الاخرين او يطالب المحكمة الاتحادية التي يصفها بوصفات واعتقد هذا نظام الديمقراطي يجب على الجميع التزام المحكمة الاتحادية وقانونها وايضا دستوريتها واعتقد كان قرارها الاخير هو ملزم واعتقد على الاخوة الكرد جميعا يعني يتم التفاوض مع الحكومة المركزية وفق الاطر الدستورية ولا يمكن اي تفاوض خارج هذه الاطر الدستورية او خارج قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص طبعا هو التوصيف اللي وصف به المحكمة الاتحادية في الواقع يعني خارج الالياقة السياسية اولا وثانيا يمثل استخباب كبير جدا بالمؤسسات الاتحادية على اي حال مصير تصعيد السيد البرزاني وهل اصيغة بطريقة اخرى هل سيؤثر هذا التصعيد على اقرار الموازنة انا هذا السؤال سألت لبا استاذ الرياض لكن بوصفك خبير مالي واقتصادي يعني من وجهة نظر ربما تكون علمية اكثر شوف استاذ عدع وهي رح تقر تقرهي رح الموازنة لا هو خل شو خلأ اقولك احنا الموازنة اعتقد لكل الباحث يوم مساء استمع على حديث سيد السوداني نعم سيد السوداني الآن الموازنة موجودة حاضرة لكنه بقيت بيها بعض بعض الجزئات قد يتصور البعض ان من هذه الجزئات هو حصة الاكرار قطعا لا انا من هذا من قناتكم الكريمة اؤكد بان حصة الاكرار لن تزيد على 13% هذا واحد بقتوع به هذا امر زي الامر الاخر السيد السوداني يعني اكد اجتماعات مع البنق المركز ومحافظة البنق المركز احنا ما نحشاها يعني حتى في زمن الكاظمي الميزة حصة الاقليم 13% لكن بدأ يعطي كميات كبيرة من الاموال بالاضافة هذا 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 خلي يعني اطعمينك واتعمين الجمهور جيد هذا لن يحصل بوجود بوجود السيد السوداني لن يحصل اجتماع سيد السوداني مع البنق المركز اعتقل يتعلق بيعني تخفيص سعر صرف الدولار بالموازنة وورقهم اعتقد سيقل يعني سيقل عن 1450 اللي اللي كانت موجودة في موازنة 21 هذا واحد جنابكم تسئلون شنو شنو مصير سيد سيد برزاني مسعود برزاني في حال انه ينسحب هلو ينسحبوه ما اعتقد ينسحب ولا ينسحب ليش لانه هو شوف يعني بالبداية طبعا طبعت بعض التصريحات من محللين بدأ وكأنهم يعني موصايين بان يقولون يهددون بالانسحاب لكن الوقائع السياسية وال يعني الفعل السياسي العراقي يعني يقطع بانه ليس بامكان السيد البرزاني ان ينسحب او يعني بالبداية انا قلت بالبداية بداية البرنامج قلت انه السيد البرزاني براغماتي واقع نعم يعني يرى الواقع بالتالي هو غير مستعد في هذه المرحلة ان يخسر الارادات التي تصل اليه من بغداد لذلك لن يسحب ولن يسحب نوابا من مجلس النواب وسيصوتون بالاجابة بالموافقة على ما ما جاء من الموازنة التأخير الموازنة لانه بعض بعض الحيثيات قد تتقاطع مع البرنامج الحكومي لحكومة السيد الستداني يعني يحتاج الى تبويب تبويب الاولويات لتنفيذ البرنامج الحكومي برنامج السيد السوداني يعني هو حكومة حكومة خدمات واعمار نعم فما يريد يعني تكون تكون سبع يرجع الى الموازنات السابقة وتعرفون الموازنات السابقة كلها طوب واحد هاك 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 يشتشتالك همس هاز الآن الآن الوضع يختلف اللي يصور انه احنا بالعام الثلاثة وعشرين مثل تصرفاتنا ما كوي احنا الآن شاب شاب بعد ان كان مراهق بعد ان كان طفل وتحول الى مراهق الآن لا هو في مرحلة الشباب هناك نضج بالتفكير هناك نضج بفهم الاولويات بفهم حتى التقاطعات الموجودة دوليا دوليا واقليميا هذا حاضر في ذن السيد السوداني بالتالي بالتالي استطيع ان اجزب ان كل ما يثار فيما يتعلق بوجود انهيار للاقتصاد العراقي بوجود كثير من الامور ما اعتقد انها لها الصحة طبعا هو احنا ما نأمله من السيد السوداني وهو الخبير في الشؤون الادارية وصاحب مشروع وفكر وخطط لهذا المشروع منذ زمن قبل ان يتسنم موقعه وهذا لذلك نحن نحسن الظن بالسيد السوداني ونأمل ان يشرح في تنفيذ اجندته التي رسمها والتي خطط لها دكتور ضياء المحسين استاذ خياب الوحيلي انتم ايضا اوضياء الحب تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الاخير الذي حمل عنوان حكومة كردستان والاستقواء بامريكا الكاتب مانع الزامي حكومة كردستان والاستقواء بامريكا الكاتب مانع الزامي ليس من الحكمة ان نعطي لكردستان 12% من الميزانية وهم يصدرون النفط دون العودة للحكومة المركزية في بغداد وصار رأي عام ان الكرد يستخدمون سياسة لي الاذرع ضد الحكومة مستندين الى الدعم الامريكي الذي يعتبر كردستان خطا احمر لما يشكله الاقليم خاصرة خطيرة في جسم العراق ودول الجوار ان النهج المتعالي والمتهور احيانا من بعض القيادات الكردية لا يساهم في ارساء قواعد الاستقرار والتطور في كل العراق ورغم هذه المفارقات الكردية لم تسجل الحكومات المتعاقبة موقفا قويا ورادعا لكي يختفي نهج التطاول بحجج ان وضع العراق الامني لا يسمح لنشوء صراعات جديدة والملاحظ من خلال الاعمال التعرضية لداعش في الاشهر الاخيرة من مناطق كردية ومن كاركوب تحديدا مما يدعونا لاثارة اكثر من علامة استفهام حولها كذا احدى مرحبا بكم مرة اخرى واخرى واجدد رحيب بضيوفي الاكان مستاذ رياض الوحيال البيان الكردستان الديمقراطي اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية فيه مخالفة الاتفاقات تحالف بناء الدولة يعني هذه قضية عجيبة يعني كيف يتضمن بيان رسمي يصدر عن حزب الى ان الاتفاق السياسي عليه يعني على المحكمة ان تراعي الاتفاق السياسي وهذا خلاف الانضباط القانوني مو دولة قانونية مو القوانين منبثقة من الدستور فكيف يطالح هذا المطلب يعني اذا كان ثمة اتفاقات يعني هو السؤال هل هناك ثمة اتفاقات فعلا تمت قبل ان تقرر الحكومة او على اساسها اقررت الحكومة لتحالف بناء الدولة يعني هو كان هناك اتفاق على منهاج السوداني وهناك وضعت الخطوط العريضة لهذا المنهاج واعتقد المنهاج هو لتنمية العراق جميعا يعني بما فيها اقليم كردستان وهناك مخطط كان ايضا عملية الاعمار وبجميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان لكن نتساءل هل مسعود البرزاني يعني بطروحاته بالاتفاقات هو خارج الاطر الدستورية المحكمة عندما نظرت للاتفاقات هي تنظر من زاوية دستورية بحتة واعتقد ربما كانت حتى بعض الاتهامات من بعض اعضاء اقليم كرد للحزب الديموقراطي لبعض الاطار التنسيقي بانه هو من حرض يعني كأنه بشكل غير مباشر هو من حرض المحكمة الاتحادية وهذا اعتقد غير صحيح باعتبار انه الدعوة التي قيمت هي من قبل النائب المستقل مصطفى السند بخصوص المنح الاخيرة لذلك هو يحاول مسعود البرزاني وهذا ايضا فيه طعن هائل للمحكمة الاتحادية انها تستجيب لضغوط السياسي وهذا خلاف كان بالعكس الاطار التنسيقي ربما في الانتخابات وقع عليه غب كبير نعم وقبل لها احترم قرار المحكمة الاتحادية وقبل بها اذا كان المفروض الاولى بمسعود انه كان هناك قرار سابق للمحكمة بضرورة تسليم النفط الى المركز حتى يمكن من خلاله اعطاء حصته بالمواسط ولكن لاحظنا انه لم يلتزم بهذه الحصة ولم يلتزم حتى بامور اخرى يعرفونها وزارة المالية بخصوص التعرفة القمرقية والدكتور يمكن يعرف يعني اختلاف التعرفة القمرقية يعني انت من تاخذ من المنافذ بحصة معينة تختلف عن حصة البقية المركز هناك خلال بالتجارة يعني بمعنى اخر انا اخذ اقل من ما ياخذه بالمقصر مثلا او البصرة راحانة تحول وين بالتجارة تحولها للشمال وهذا ايضا مخالفة يعني كل دول العالم هناك تعرفة قمرقية موحدة هناك حتى في المشاورات او الاتفاقات لا يمكن ان يكون هناك اختلاف في التعرفة القمرقية واختلاف يعني هذه امور يعني يمكن يعني دائما مسعود ينظر مسعود البرزان ينظر انه هو اعلى من القانون واعلى من وكلامه هو الذي يعني يتفق به من شاء هذا العلومين يعني يعني باعتبار انه هو يعني به بيضة قبان في الموضوع السياسي كان الا تحالفات السابقة قبل هذا التحالف مع الاخوة السيادة والتيار الصدري باعتبار كان هو يعني الان بعض تصريحات الاعضاء الحزب الديمقراطي يقولون نحن من ساهمنا في تشكيل ونحن اصحاب فضل على هذه الحكومة وهذا الفضل يجب ان ينعكس لنا يجب ان تعطى لنا امتياسات وهذا ايضا مخالف القانون او الدستور العراقي عليهم ان يلتزم بهذا الدستور هناك مخالفة وصريحة وواضحة انه لا يمكن اعطاهم الموازنة بدون ان يتم اعطاء جباية الاموال الخاصة بالضرائب او القمارق وحتى يعني حصتهم بالنفط والغاز للمركز وهذا واضح يعني هذا منطق يقول هذا الشيء واذا كان هو يريد فعلا يحترم قرارات او القانون العراقي عليها ان يلتزم بهذا المبدأ بدون هذا الالتزام هذا المبدأ سوف يكون هناك خلل واضح حتى لو كانت هناك اتفاقات مع هذه الحكومة تعتبر هذه الاتفاقات هي غير قانونية غير ملزمة ليست مع الحكومة مع القوى السياسية نعم حتى لو كانوا مع القوى السياسية وكان هناك حسب ما صرح والبعض كان عندهم اتفاقات حتى مع الحكومة الكاظم التي هي بصراحة نقول كانت غير يعني في اغلب مفاصلها كانت خطوات غير مدروسة وكانت فيها نوعا ما عشوائية في القرارات لذلك اعتقد حكومة السيداني سوف تلتزم بقرار المحكمة وعلى مسعود البرزاني ان يلتزم ايضا بقرارات المحكمة خاصة هناك اختلاف في وشهات النظر مع الاتحاد الوطني هناك رؤية تختلف لدى الاتحاد الوطني بخصوص حتى تسليم حصة النفط الكثير من القيادات المستقلين نعم كثير من قيادات الاتحاد الوطني السؤال متى التزم الاقليم خصوصا اربيل بقرارات المحكمة الاتحادية وبتالي ربما هذه حلقة تضاف الى حلقات ساذقة اخرى ثم لابد من قول موضوع فرد امر يجب ان تسمع به الجماهي الكلبية انكم لا تبنوا سعادتكم على اساس ظلامة الاخرية بان ما تأخذونهم فوق استحقاقكم هو على حساب الاطراف الاخرى ولكن نقول مداخلة يعني هو الجماهير الكردية ايضا تعاني من ازمة اقتصادية حقيقة اين تذهب يعني حتى الشعب الكردية واخوانهم ان تأخير الرواتب سببه الاقليم وليس للمركز لان المركز يعني الحصص واضحة وتذهب بشكل منساب دكتور رياء اكو تطور خطير صرح بي بعض قيادات الكرد يقضي بانه اكو احتمال كبير ان يسحب العضوين الكرديين الذين شاركان في المحكمة الاتحادية شو شن هلق يعني هم يحاولون انت طبعا عذرا انت اشرت الى انه سوف لن يذهب باتجاه السحب النواب كذا لكن انا سؤالي محدد بموضوعة المحكمة الاتحادية حتى هذا الموضوع يعني موضوع السحب العضوي للمحكمة الاتحادية وحاول الضغط على المحكمة الاتحادية لكن تعرفون ان المحكمة الاتحادية لا تعمل لا تستجيب للضغوط وشاهدنا يعني جربنا كيف انه مورسة على المحكمة الاتحادية الضغوطات اكبر من الضغط اللي مارسه السيد مسعود برزاني مع جبل احترام لسيد البرزاني حقيقة انا اجد انه هذا التصرف تصرف غير منطقي وهو الرجل السياسي يعني هو له يعني باع بالسياسة يعني يفترض به ان يكون واقعي اكثر من من هذه التصريحات نعم قد 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 تكون هذه التصريحات اه يستجاب لها في فترة سابقة لكن الآن يعني اتحدث الآن اوجه كلام من السيد مسعود برزاني اتمنى يسمع جيدا قد يكون الضغوطات اللي كنت تمارسها على الكتل السياسية وعلى الحكومات السابقة قد تكون مستجابة هذه الضغوط يستجيبون لها لكن الآن الآن لن ولم ولا يكون اي 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 مفصل من مفاصل الدولة سواء الكتل السياسية حتى حتى السنية اللي انت يعني انت شاد ظهرك بها لن تقف معك في هذا الموضوع لانه خل استعد علاء خل يكون خل ليس هناك قوة سياسية تستطيع تبرير وقوبها خل لكم واضح وياك اكثر يعني قد يكون سيد سيد عفوا سيد مسعود برزاني يعتمد في موقفه هذا على رئيس مجلس النواب واجزم لك يا سيد مسعود ان سيد محمد الحلبوسي لن يقف معك وتذكر كثير من الاحداث اللي حصلت بعد خروج التيار الصدري و الى حين تشكيل الحكومة هذه الاحداث اذا وضعتها في عين المراقب والمدقق ستجد انه يجب عليك ان تعود الى جادة الصواب وتلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وايضا تلتزم بتسليم بتسليم النفط تسليم الارادات سال استاذ رياضي قبل قليل تحدث عن القمار والضريبة اعتقد اكو اكو مشكلة فيما يتعلق بالضريبة تعرفون انه الضريبة يعني حتى تعرف القمرقية من المنافذ الرسمية هي تسلم بشكل بشيء يعني يعني متسلم للمركز لكنه تستقطع من التجار بشكل اصولي يعني تعرف قمرقية اصلا الشيء لكن مشكلتنا وين حقيقة مشكلتنا بوجود اكثر من 26 منفذ في محافظات الشمالية هذه المنافذ هي التي تقوم بإدخال السلع ومواد يعني بسعر اقل من الضريبة المفروضة في المنافذ الجنوبية هذا واحد ايضا تقوم بإدخال ممنوعات وكثير من الامور غير مسيطرة عليها التي تضرب الاقتصاد نعم نعم استاذ رياض سلطات الاقليم قالت ان المحكمة الاتحادية مسيسة السيدنا سعود البرزاني شبه المحكمة بمحكمة الثورة مع العلم ان هناك عضوين في هذه المحكمة هم من الاخوة الكرد فيا ترى يا استاذ مسعود البرزاني يا سيد مسعود البرزاني يعني هل بعثتم اثنين منكم حتى يشاركون في محكمة الثورة هذه معقولة يعني زين اه اكو ما يبرر هذا التشبيه اعتقد هذا التشبيه بعيد عن الواقع المحكمة الاتحادية عندما كان القرار في موضوع الانتخابات هم اول من باركوا لهذه المحكمة واعتقد كانت هناك تغريدات من قبل هوشيار زيباري وانه هذه المحكمة وطنية وعندما يكون القرار ليس بجانبهم يتهمون المحكمة بمنها محكمة الثورة وكيف انه عن تذكر موضوع العضوين اعتقد كان التصويت حتى في المحكمة من قبل هؤلاء العضوين الذين كانوا حاضرين في قرارات المحكمة المحكمة تنظر للامور بنظرة قانونية بحتة ليس لها علاقة لا بالقوة السياسية ولا لها علاقة بالوضع السياسي برمته وانما هي تنظر بانه هذا الاموال النفط والغاز هنالك لحد الان لم يتم تشريع الآن قانون النفط والغاز بصورة يعني حتى يمكن ان نقول انه لحق مسعود البرزاني نصدر سبعمائة وخمسين الف برميل ومن حصته وليس من العراق ان يداعي بهذا او المركز ان يداعي بهذه الحصة ولكن الواقع يثبت يجب على الاقليم ان يسلم هذا بوفق القانون العراقي يعني اذا هو يقول انا احترم القانون العراقي واحترم النظام الديمقراطي وهو يقول انا حزب حزب الديمقراطي على ان يلتزم بهذه الطواعد الدمقراطية التي بني عليها العراق لا ان يتهم المحكمة باتهامات بانها هي مشبوهة وغيرها اعتقد هذه الاوصاف لا تلق بالمحكمة ولا تلق بالنظام الديمقراطي الحديث الذي انتهجه بعد تغيير النظام السابق اعتقد على المسعود البرزاني ان يحترم حتى شركائه في الاقليم الاتحاد الوطني لديه وتشت نظر حتى في قيادة او على سبيل التوزيع العادل الوقت دعني اذهب الدكتور رياء المحسن الدكتور رياء احنا بدقيقة بعد ابنك دقيقة احنا دائما صار عندنا راسخ في اثهاننا ان كل البلاية التي يمر فيها العراق يعني هي من وراه امريكا تسرب في الوقت الاخير ان البيت الابيض يجبر الحكومة العراقية على ان لا تغذب مسعود برزاني السيد مسعود برزاني او الاقليم هذا الامر الواقع لو ممكن نشوف موقف امريكي مشابه للموقف الامريكي ابانة اجراء الاستفتام يبدو ان جنابك يعني فاتتك ملاحظة سابقة نعم قلت انه عام الفين و الفين وكلانة وعشرين ليس هو لا هو عام ساعة عشر ولا هو عام ثونتا عشر جيد ارجوك طيب على ماذا يستند خلق سيد المشاعد هو هو يحاول يحاول يتلاعب بمشاعر الاخرين وتحديدا الولايات المتحدة بدليل انه هو هناك كان هناك وفد اعتقد وفد امريكي يضغط على السيد مسعود برزاني لانهاء خلافاتهم بين الاتحاد الوطني والديمقراطة الكردستاني الحديث الان عن ضغط امريكي على حكومة السيد السوداني اقطع لك وانا متيقل من كلامي انه لا ضغوطات على السيد السوداني من قبل الولايات المتحدة حتى ان السيدة رومانسكي كانت قد تحدثت قبل ايام قليلة عن انهم في البيت الابيض يعني راضين عن خطوات السيد السوداني باتجاه انجاز البرنامج الحكومي ايضا وهذه ايضا معلومة يعني اؤكد لك انه الامور سوف تسير الى خير يعني قل يتصور البعض انه الان يعني اكو مشاكل نعم لكن الامور سوف تسير الى خير بإذن الله جيد يعني هذا كأنه تبشر بموقف امريكي مشابه لموقفها ابعان الاستفتاء شكرا لكما كنتما ضيفيني كريمين ايها الاحبة كتب الاعلامي قاسم العجرش معدل البرنامج الخاتمة التالية في الختام توجد قبيلة افريقية اسمها زوي تم اكتشافها حديثا ليس لديهم مال ولا دين تم اكتشافهم في العام 1982 عددهم قليل لديهم شيء مميز بطريقة حل المنازعات فعندما يحدث خلاف ما بين شخصين يتم احضارهما ويضعونهم ويضعونهم على الارض ويبدأون بعمل دغدغة للاثنين طيب لاضحاكهم حتى يتصالحون القضاء يمثل الملاذ الاخير قبل انهيار الدولة ولذلك يجب ان يحترم ويتم الحفاظ على هيبته واذا كان هناك اي اختلاف بالاتفاقات السياسية لجلس نجلس على طاولة الحوار ونصل الى آليات اخرى ارى نحن بالعراق بحاجة ماسة الى هذه الطريقة الافريقية في احضار كافة المختلفين من ساسة من قبل ابناء الشعب العراقي لذغدغتهم واضحاكهم ليتصالحوا وينهون مشاكلهم ليعمل الامن والسلام بهذا البلد المبتلى بالصراعات المستدامة بين ساسة المكونات بل وبين ساسة المكون الواحد في امان الله اشتركوا في القناة